بالذات جو بايدن إلى معرفة شخصية بكثير من الزعامات العراقية وأضيفك يعني شيء مع الأسف عند انطباع سيء على العراقيين هذا سمعت من أمريكان وليس من لما ترك السلطة الآن بايدن لما قال العراق يمكن يتقسم أسهل هذا ما سمع من العراقيين هذا ليس من بنات أفكاره والآن تسمع هذا يريد أقليم سني وهذا يريد أقليم البصرة والأكراد قدموا استفتاء بالاستقلال هذه حقائق لا نضحك على نفسنا فايدن من الديعونة رجل السي آي آي الجديد له خبرة بالعراق والدبلوماسي قديم بلكن وزير الخارجية له باع طويل بالعمل اللي الآن سيتفاوض يمثل أمريكا مع إيران هو نفس الرجل اللي اسمه مالي هذا رجل كان زميل أوباما بالدراسة يتقن العربية هو والد من أصول مصرية يهودي من أصول مصرية ملم وتستغربون بزمن عبد الناصر عين والده كمتحدث عن المصريين لأنه حتى في أيام عبد الناصر هذا الرجل له رؤية إلى تعاون كثير ويعرف الملف الإيراني فهذا سيكون المفاوض مع إيران